قد أنزل رب القرآن نغلل الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فهذا هو يوم الاثنين العاشر من الشهر الرابع من عام 1435 نستأنف هذا الدرس وهو تعليقات على تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري وكنا بعد أن انتهينا من سورة الناس أخذنا في كيفية مدارسة هذا الكتاب مرة أخرى وخرجت مجموعة من الآراء من الطلاب ثم ابتدأنا في الفصل الماضي بالأحرف المقطعة وآية المتشابة من آل عمران واستوعب الفصل هذه الدروس مع المقدمة وكانت الفكرة أن أخذ موضوعات علمية من خلال التفسير لكن ووجهت هذه الطريقة بأكثر من اعتراض فاضطررت إلى أن أعود إلى طريقة وسط بين الطريقة الأولى والطريقة التي نريد أن نسلكها وهي أن نقرأها فيما يتعلق بالاختلاف في التفسير وأن نركز عليه إلا إذا كان هناك آية يحتاج فيها إلى إضافة أو تعليق فنقرأها فكأن الأصل سيكون عندنا يعني التعليق على الاختلافات الواردة في التفسير وأيضا الترجيحات التي يرجح بها الإمام ودراسة ترجيحاته لاستخلاص يعني أصول التفسير وقواعد التفسير التي بنى عليها ترجيحاته فستكون هذه الطريقة إن شاء الله وسط لذا لم نقرأ كل الآيات بل قد نقفز مواطن منها لنصل إلى هذه الفكرة ولازلت أو لا ينتزل نفسي ترغب قضية الموضوعات وإن كانت هي عسيرة الحقيقة سواء علي أنا أو عليكم أنتم أيضا لأن تحتاج إلى تحضير واستقراء لكن فائدتها في أن نستطيع أن نأخذ الموضوعات الكبرى وأصولها عند الإمام الطبري والعلى الله سبحانه وتعالى يعني يفتح في دورات علمية سأرى إذا كان يمكن أن تكون هذه دروس في دورات علمية في الصيف أو في غيرها بحيث تحدد الآيات وتدرس في كتلة واحدة في وقت وجيز نستطيع أن نخرج منه بفائدة بذن الله تعالى ولعلنا نبتدأ بقراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم الشيخ خبت الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا هذا الكتاب وساق بإسناده عن السدي في قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب وساق بإسناده عن ابن جريج قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب قال وقال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون ذلك بمعنى هذا وهذا لا شك إشارة إلى حاضر معاين وذلك إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معاين قيل جاز ذلك لأن كل ما تقضى وقرب تقضيه من الإخبار فهو وإن صار بمعنى غير الحاضر فكالحاضر عند المخاطب وذلك كالرجل يحدث الرجل الحديث فيقول السامع إن ذلك والله لكما قلت وهذا والله كما قلت وهو والله كما ذكرت فيخبر عنه مرة بمعنى الغائب إذ كان قد تقضى ومضى ومرة بمعنى الحاضر لقرب جوابه من كلام مخبره كأنه غير منقض فكذلك ذلك في قوله ذلك الكتاب لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يَا مُحَمَّدُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ وَبَيَّنْتُهُ لَكَ الْكِتَابُ وَلِذَلِكَ حَسُنَ وَضْعُ ذَلِكَ فِي مَكَانِ هذا لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمنه قوله ألف لام ميم من المعاني بعد تقضي الخبر عنه بألف لام ميم فصار لقرب الخبر عنه من تقضيه كالحاضر المشار إليه فأخبر عنه بذلك لانقضائه ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب وترجمه المفسرون أنه بمعنى هذا لقرب الخبر عنه من انقضائه فكان كالمشاهد المشار إليه بهذا نحو الذي وصفنا من الكلام الجار بين الناس في محاوراتهم وكما قال جل ذكره واذكر إسماعيل واليسع وذلكفلي وكل من الأخيار هذا ذكر فهذا ما في ذلك إذا عني بها هذا بسم الله الرحمن الرحيم سيكمل حديثه عن ذلك أيضا احتمالات الأخرى لكن لعلنا نبتدأ بما ذكره هنا كما ذكر قال عامة المفسرين طبعا هذا يعتبر من المصطلحات لكن غير دارجة كثيرا عنده لعامة المفسرين ومدام قال عامة المفسرين كأنه يقول أنه ليش أغلب أهل التفسير يعني أغلب أهل التفسير وذكر أربعة من السلف من من قالوا بأن ذلك تفسيرها هذا ثم ذكر الاستشكال وهو استشكال واقعي بمعنى أنه كيف تفسر ذلك ولها دلالة بهذا ولها دلالة أخرى لأن ذلك إشارة إلى غائب ويكون ذلك الغائب بعيدا وهذا إشارة إلى حاضر ويكون هذا الحاضر قريبا فذكر بهذا كلام الطويل وكما تلاحظون طبعا كلامه رحمه الله تعالى فيه شيء من الصعوبة لمن لم يتمرن على كلام الطبري لكن إذا قرأوا القارئ مرة ومرتين ثلاث يبدأ يتفهم كلامه وهو رحمه الله هنا أشار إلى وجه الإشكال في أن كل أشار الجواب في أن كل ما تقضى وقروب تقضيه من الإخبار فهو إن صار بمعنى غير الحاضري فكالحاضري عند المخاطب يعني في إذن الآن روعية ماذا؟ روعية المخاطب لأنه وإن كان ذلك من حيث هو بعيد وغائب لكنه في ذهن المخاطب حاضر فجاز أن يقال هذا يعني أن يفسر بهذا لحضوره في ذهن المخاطب فصار بذلك ذلك وهذا في هذا الموطن سواء إن صار التعبير بذلك أو تفسير ذلك بهذا سواء لأن الآن النظر إلى رعاية المخاطب ولكن مع رعاية المخاطب هنا لا يعني أن ذلك تفقد ما فيها من الدلالات وهذا يجب أن ننتبه له إن هناك فرق بين التفسير وبين الدلالات ولهذا هذه اللفظة فقط ذلك أن تصلح أن تكون مقالة علمية يجتمع فيها مادة علم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة علم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة ولهذا إذا ربنا نفكك لفظة ذلك نجد أن عندنا ذا واللام والكاف وكل واحدة منها لها دلالة في الكلام ثم ستبحث أيضا عن إعرابها ثم بعد ذلك ستبحث عن سر التعبير عن هذا الكتاب الذي هو بالفعل قريب بأسلوب البعد بأسلوب البعد ولهذا كونه يقال ذلك الكتاب بدل أن يقال هذا الكتاب مع حضوره وقربه فهو إشارة إلى علوي منزلته إذن بعد في علوي المنزلة وهذا أشار إليها كثير من المفسرين إن أشار إليها كثير من المفسرين أن ذلك في هذا الموطن مع قرب الكتاب وحضوره في ذهن المخاطب إلا أنه عبر عنه بذلك للإشارة إلى بعده في علوي منزلته يعني أنه عالي القدر عالي المنزلة فهذا فقط إشارة سريعة لما في ذلك من احتمالية البحث وجودته يعني يستطيع الباحث خلال هذه الكلمة القصيرة أن يعني يفترع مقالة علمية في إعرابها ومعناها وكذلك في بلاغتها عندنا الآن في قول ذلك ذكر هنا قال يعني في قول ذلك الكتاب لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب ألف لام ميم التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفنا هنا الآن سيبني مسألة إعرابية وأيضا مرتبطة بالمعنى بمعنى أنه سيقول ما دام ألف لام ميم يتصرف عنها معنى فإذن ستكون الإشارة في ذلك إلى ألف لام ميم وقال بعد ذلك كانوا قال قال نبي محمد يا محمد هذا الذي ذكرته وبينته لك الكتاب ولذلك حسن وضع ذلك في مكان هذا إلى آخر كلامه هذا الكلام ستجدون الزمخشري يحلله بطريقة أخرى بمعنى أن كلام الآن الطبري ويريد أن يوصل لنا كيف عبر عن هذا بذلك الزمخشري سلك مسلك الطبري في ربط ذلك بماذا بألف لام ميم لكن الزمخشري لم يتبنى كون ألف لام ميم لها معنى مثل ما تبنى الطبري وإنما تبنى المدلول عليه وهو التحدي والإعجاز التحدي والإعجاز فبنى فبنى أو ربط على المدلول عليه وهو التحدي والإعجاز فكانوا يقول ذلك الكتاب من هذه الألفاظ التي تحديتكم أن تأتوا مثلها أو قريب من هذا المعنى ومعنى ذلك أن المسلك بينهما متقارب وإن اختلف ماذا التوجيه لأنهم كلهم بنوها على ألف لام ميم لكن واحد بنها على وجه وآخر بنها على وجه آخر سيأتينا إشارة طبعا في ذلك إلى أنها ليست لألف لام ميم إشارة إلى أمر آخر سيأتي بعد قليل نعم شيخ وقد يحتمل قوله جل ذكره ذلك الكتاب أن يكون معنيا به السور التي نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اعلم أن ما تضمنته سورة الكتاب التي قد أنزلتها إليك هو الكتاب الذي لا ريب فيه ثم ترجمه المفسرون بأن معنى ذلك هذا الكتاب إذ كانت تلك السور التي نزلت قبل سورة البقرة من جملة جميع كتابنا هذا الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب إذا كان هذا التوجيه الآن إشارة إلى أمن قد مضى وليس إشارة إلى أمر حاضر فهنا الآن ما يكون عندنا إشكال في هذا بمعنى أن ذلك تكون في موطنها يعني ذلك الكتاب الذي سبق نزل عليك من سوره كيت وكيت وكيت فما يكون فيها إشكال لكن قبل ما ننتقل نأخذ بعض المسائل هنا تلاحظون تعبيره بقوله ترجمه المفسرون ثم قال ثم ترجمه المفسرون وسبق في شرح المقدمة ورود هذه اللفظة ووقفنا عندها ولبأ سنعيد الفكرة فيها وهي أن التفسير ترجمة والترجمة التفسير يعني الحقيقة حقيقة التفسير ترجمة لكنها ترجمة بنفس اللغة أو باللغة نفسها بمعنى أن المفسر مترجم عن الله ولهذا قال ابن مسعود تذكرون عند كلام مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس وقفنا عند هذا أن الله أعلم هذا نسميه إيش ترجمة لكن من نفس من اللغة نفسها فإذا نقلها وهو الاصطلاح المشهور إلى اللغة أخرى هو بالحقيقة تفسير فلا يتغير أو لا تتغير الماهية يعني لا تتغير الماهية لكن لم يشتهر إطلاق الترجمة على النقل من اللغة نفسها إلى اللغة نفسها هذا لم يشتهر لكن نترد مثل العبارات مثل كما قلنا نعمة ترجمان القرآن ابن عباس أو مثل عبارة الطبع هنا قال ترجمه المفسرون فمراده بالترجمة هنا التفسير يعني مراده بالترجمة التفسير فإذا المترجم بأي لغة ترجم فهو في الحقيقة ماذا مفسر يقوم بعملية تفسيرية وكما قلت لكم أيضا لا يمكن أن يوجد شيء اسم ترجمة حرفية هذه لا تتصور يعني لا تتصور الترجمة الحرفية لماذا لا تتصور الترجمة الحرفية لأننا كما لاحظنا لو نحن الآن ترجمنا إلى اللغة نفسها إلى لغة نفسها تغير مضمون الكلام فلا يمكن إذن إذا نقلت إلى لغة أخرى قد تكون أكثر منها في مدلولات أو أقل منها في مدلولات فإذن في الحقيقة التي يعني يحسن أن ننتبه لها نقول لا يوجد ترجمة حرفية طيب قد يقول قائل ومن كتف في حرمة الترجمة الحرفية ومن كتف في كتب نقول هذا يعني كلامهم تقريب وليس على التحقيق يعني كلامهم تقريب وليس على التحقيق معنى أنهم جعلوا أن الكلمة بزيئة الكلمة سموها ترجمة حرفية هذا تقريب ولكن إذا نظرنا في التحقيق فنقول لا لا يوجد أو لا يمكن أن يوجد ترجمة حرفية واضح الفكرة طيب عندنا أيضا قبل أن ندخل في ترجيح الإمام عندنا مسألة مرتبطة أو لا ذلك في الكتاب لا بس ندعها لكتاب ما بعد جاء تفضل جاء وكان التأويل الأول أولى بما قال المفسرون لأن ذلك أظهروا معاني قولهم الذي قالوا في ذلك وقد وجه معنى ذلك بعضهم إلى نظير معنى بيت خفاف بن ندبة السلمي فإن تكو خيلي قد أصيب صمامها لا قد أصيب صميمها فإن تكو خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عين تيممت مالك أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك كأنه أراد تأملني أنا ذلك فزعم أن ذلك الكتاب بمعنى هذا نظير ما أظهر خفاف من اسمه على وجه الخبر عن الغائب وهو مخبر عن نفسه فكذلك أظهر ذلك بمعنى الخبر عن الغائب والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهد والقول الأول أولى بتأويل الكتاب لما ذكرنا من العلل نعم يعني هذا الآن القول الثالث القول أحد اللغويين يتفق مع القول الأول ولكنه يختلف في ماذا في التوجيه اللغوي فقط يعني يختلف في التوجيه اللغوي فهذا جعله من باب إش أقرب ما يكون ما يسمى بباب التجريد اللي هو القول الثالث لأنه قال هو يتكلم عن نفسه يقول ويخاطب آخر يقول تأمل خفافا إنني أنا يعني كما قال فيه إنني أنا ذلك يعني كانوا يقول أنا هنا أو أنا صاحب أنا الذي يتكلم عن نفسي فهذا نوع من ماذا؟ نوع من التجريد فكانوا يقول أنه يقول أن هذا نظير ما ذكره خفاف من أنه أخبر عن الغائب وهو يريدش نفسه نفسه حاضرة فكذلك الكتاب هو عمد؟ قال لا قول المفسرين لا يخرج على هذا القول طبعا بعض المتأخرين يرى أن قول خفاف وجه صحيح معتبر والمآل فيهما متقارب يعني المآل فيما ذهب إليه الطبري وما ذهب إليه هذا المعرب الآخر متقارب ولهذا لم يأبى كثير من المتأخرين بالفرق الذي أشار إليه ماذا؟ الطبري واعتمد قول المتقدمين على أنه حضور في الذهن أنه حضور في الذهن فكانه لما قال ذلك الكتاب أي الكتاب الحاضر في ذهن ماذا؟ في ذهن المخاطب ولهذا وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها في قضية حضور الذهن لو حضور الكلمة في ذهن المخاطب لو مثلا طلاب في القاعة لو قال واحد منهم لن يحضر الأستاذ اليوم طيب هل هو عندهم أستاذ واحد أو عدد من الأساتذة؟ عندهم عدد من الأساتذة فالحضور الذهني في تلك اللحظة يتجه إلى من؟ إلى أستاذ المادة التي هم في ساعتها لا يمكن أن يذهب الذهن إلى آخر لأنه نسمى حضور ذهني نسمى حضور ذهني ولهذا قول ذلك الكتاب بنفس الفكرة أنه الكتاب الحاضر في أدانهم وهو القرآن الكتاب الحاضر في أدانهم وهو القرآن نعم قد قال بعضهم قبل الشيخ عبد الله معذرة بيودي لو نفتح فقط صفحة اللي معه طبعة التركي في بداية الكتاب يعني لكي نعرف صفحة سبعة شيخ عبد الله من الكتاب وليس من الشرح تحقيق؟ تحقيق ولا؟ من التحقيق من نفس الكتاب معك طبعة الشيخ التركي نعم لا صفحة من الكتاب نفس من التحقيق بعد بعد أيها صفحة سبعة تحتها؟ نعم اقرأ بقوله نحن في شرح تأويله ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا ومخبرون في كل ذلك بمن تهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه حسبك كافي هذا الكلام يذكره الآن هذا نموذج طبعا نموذج كثيرة لكن هذا نموذج من النموذج التي أقامها على هذا المنهج لو سئلت أين منهج الطبري هو في هذه العبارات القصيرة وسيأتي أيضا في العبارة ذكرناها قديما واللي هو وجوه تأويل القرآن يعني منهج الطبري في موطنين ذكره في هذا الموطن وفي كلامه عن وجوه تأويل القرآن يعني ما هي الوجوه التي يتأول بها القرآن أو ما هي طرق التفسير عنده اللي هي شيء لا يعلمه إلا الله وشيء يعلم من جهة رسول الله سلم وشيء يعلمه كل ذي علم باللسان ولكنه اشترط أن لا يخرج عن أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذا هو باختصار منهج الطبري يذكر الأقوال إن كانت متفقة أو مجمع عليها أشار الإجمع إن كانت مختلفة ذكر الاختلاف وذكر علة كل قول ثم بين الصحيح عنده منها بين الصحيح عنده ومنها هذا مثال من الأمثلة فقط وسيأتينا لا شك أمثلة كثيرة في هذا الباب نعم وقد قال بعضهم ذلك الكتاب يعني به التوراة والإنجيل وإذا وجه تأويل ذلك إلى هذا الوجه فلا مؤونة فيه على متأوله كذلك لأن ذلك يكون حينئذ إخبارا عن غائب على صحة طيب الآن إذا قلنا التوراة والإنجيل يكون مطابق للواقع ولا لا لأن التوراة والإنجيل ليست حاضرة طيب يقع عندنا سؤال وبعدها سنتقل لطة الكتاب نأخذها بعض مسائل لكن سؤال الآن هل هذا القول عند الطبري معتبر يعني كيف نعرف إن هذا قول معتبر أو غير معتبر إن الآن قال وقد قال بعضهم ولا تكلم عنه ولا اعترض عليه فهل هو قول معتبر أو لا ولماذا نعم عدم ذكر من قاله إشارة إلى عدم اعتباري هذا واحد وأيضا كيف علة ما ذكر فيه علة لا بس هو ذكره طبعا إذا قال التوراة والإنجيل خلاص يكون لا قد يذكر أحيانا العلل ويرفض لا العلل ليست ثابتة شيء عبد الرعام حسنت أنه ذكره بعد أن انتهى من ماذا من ترجيحه ذكره بعد أن انتهى من ترجيحه فهتاني إشارة تاني إلى تضعيف القول يعني هتاني إشارة تاني إلى تضعيف القول نعم شيء شيخ أيضا يعني وجه إرادة بعد الترجيح بعض المسألة ظاهر وهو ذكر ذلك أن المراد بها يكون على وجهها نعم ولا تفصيل في هذا نعم لكنه يدل على ضعفه في النهاية أين لماذا نقول هذا لأن مسألة معرفة منهج الطبري بالتفصيل تحتاج إلى ماذا إلى التنبؤ إلى طريقته في إرادة الأقوال هذه أحد الطرق التي يذكرها وهي قاعدة غالبة عنده أن الأقوال أي قول يأتي به بعد أن يقرر ويرجح فهو إشارة إلى ضعفه عنده إشارة إلى ضعفه عنده واضح هذه طيب عندنا مسألة في قول ذلك الكتاب وهي مسألة يعني نضطر الحديث عنها لماذا؟ لأن يعني بعض من يعني ضعف مذهبه في القرآن من أبناء المسلمين أو من يضعن أحيانا في القرآن قد يدخل هذا المدخل فنشير إليها هنا وهي لما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب هل المراد كل الكتاب أو هذه السورة أو هذا المقطع من السورة اللي يقولنا ألف لام ميم على حسب التوجيذ كراو أو ما سبقه من من النزول من السور مثل ما ذكر عن بعضهم من السور المدنية المكية والمدنية قبل البقرة لاحظوا الآن لما قال ذلك الكتاب لم يكن الكتاب قد اكتمل فهل يطلق على هذا بعضهم يعني بعضهم يعني أراد أن يطعن في غير مطعن في أنه الكتاب يعني ذكر في مثل هذا الموطن والقرآن لم يكتمل بعد فكيف يصح أن يطلق عليه كتابا وهذا طبعا لا شك النوع من الجهل بطريقة العرب في لغتها ويتعبر عن ماذا عن الجزء بالكل وكذلك تعبر عن ما سيأتي على أنه آتي ولهذا لما قال ذلك الكتاب كأنه إشارة إلى ما مضى وما سيأتي يعني يدخل فيه ما مضى وما سيأتي لأن ما سيأتي بالنسبة لما مضى متحقق فلا إشكال في هذا ولا اعتراض عليه وهذا أسلوب جاري ومعروف عند ماذا عند العرب فإذن ليس هناك أي مطعن بل كان من المفترض أن السفيد فائدة ونقول الله سبحانه وتعالى سمى الكتاب كتابا قبل أن يكتب يعني سماه كتابا قبل أن يكتب يعني قبل أن تكتمل كتابته وهذا إشارة إلى ماذا إشارة إلى أنه سيكتب فإذن هذا نوع من الإخبار الخفي بالغيب نوع من الإخبار الخفي بالغيب في أن هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم مآله إلى ماذا إلى أن يكون مكتوبا مآله إلى أن يكون مكتوبا ولفظ أو اسم الكتاب وهو أحد الأسماء المشهورة للقرآن اسم الكتاب ورد في مواطن متعددة في سور مكية وفي سور مدنية وسمي كتابا قبل أن يكتمل فإذن هذا فيه حث على ماذا على الكتاب والتدوين إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا وكان من أمهرهم وأخصهم به زيد ابن ثابت فإذن كان مفترض أن السفيد مثل هذه الفائدة بدل أن يظن هذا الضان أن هذا وجه منه الطعن وهو ليس كذلك طيب أيضا قضية أخرى في الكتاب لما قال الله سبحانه وتعالى أو وصف هذا بأنه الكتاب يقع سؤال حتى في القرآن هل الكتاب هو القرآن فقط أو عندنا أكثر من كتاب ويطلق عليه أيضا الكتاب عندنا في القرآن نفسه قد يطلق على الإنجيل الكتاب وقد يطلق على التوراة الكتاب وقد يطلق على الإنجيل والتوراة الكتاب وقد يطلق على بعض الكتب الكتاب فإذن هي متعددة لكن كونه يخص القرآن باسم الكتاب ويكون علم عليه فكان فيها إشارة إلى أنه الذي يستحق أن يسمى بهذا الاسم دون غيره وهذه قاعدة في الأسماء التي تكون مشاعة في شيء كثير ولكنها تغلب على شيء واحد فكأنه لا يستحق هذا الاسم إلا هذا مثل القرآن لأن القرآن بمعنى المقروء فأي شيء مقروء صحني وقال عنه إيش أنه قرآن لكن هذا الاسم اختص بالكتاب النازل على محمد صلى الله عليه وسلم فإذن أيضا هذه من الأشياء المرتبطة بأل في قوله الكتاب لما قلنا إن ذلك إشارة للبعد وألف الكتاب أيضا إشارة إلى هذا المعنى فكأنه لا يستحق اسم الكتاب إلا هذا الكتاب إلا هذا الكتاب نعم بسم الله إليكم القول في تأويل قوله لا ريب فيه وتأويل قوله لا ريب فيه لا شك فيه وساق بإسناده عن مجاهد لا ريب فيه قال لا شك فيه وساق بإسناده عن عطاء لا ريب فيه قال لا شك فيه وساق بإسناده عن السدي قال لا ريب فيه لا شك فيه وساق بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا ريب فيه لا شك فيه وساق بإسناده عن ابن جريج قال قال ابن عباس لا ريب فيه يقول لا شك فيه وساق بإسناده عن قتادة لا ريب فيه يقول لا شك فيه وساق بإسناده عن الربيع ابن أنس قوله لا ريب فيه يقول لا شك فيه وهو مصدر من قول القائل رابني الشيء يريبني ريبا ومن ذلك قول ساعدة ابن جؤية الهذلي فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم ويروى حصروا وحصروا والفتح أكثر والكسر جائز يعني بقوله حصروا به أطافوا به ويعني بقوله لا ريب لا شك وبقوله أن قد كان ثم لحيم يعني قتيلا يقال قد لحما إذا قتل نعم قوله لا ريب فيه كما تلاحظون أو لنأخذ طريقته في ذلك قال وتأويل قوله لا ريب فيه لا شك فيه يعني الآن أشار إلى المعنى يعني فسر وهنا انتهى عنده أيش التفسير ثم استدل لهذا التفسير بقوله كما حددني إذن ما هو دليله في تفسير لا ريب بمعنى لا شك ما حدثه فلان 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 يعني إذن حجته أو دليله هو أقوال السلف من الصحابة والتبعين وأتباعهم جميل طيب هل وقع خلاف بين هؤلاء في معنى لا شك فيه الجواب لا فإذا وقفنا مثلا على قول بعض المتأخرين أن بين الريب والشك فرقا فهل هذا يدل على تقصير في تعبير السلف الجواب لا لماذا؟ لأننا هنا نقول إن من مهمة المفسر تقريب المعنى تقريب إيش؟ المعنى فإذن قولنا لا ريب فيه لا شك فيه هذا من باب تقريب المعنى وليس من باب تحرير المعنى يجب أن نفرق بين هذا وهذا يعني لو كنا نريد أن نحرر المعنى نقول كل ريب كل ريب شك وليس كل شك ريب كذا؟ صح كذا ولا العكس؟ كل هذه مسأة الرياضية هذه يعني كل ريب شك لا هو كل العكس كل شك ريب وليس كل ريب شك يعني هذا الآن الأسلوب عموما أنا مازال ذهني ما وصافي لها الآن لكن عموما المقصود هذا الأسلوب يعني اللي هو كل وليس كل هذا الأسلوب هو واحد من الأساليب التي يفرق فيها بين المعاني يعني إذا رأتنا تعرف الفرق بين المعاني تنظر أي المعنى يدخل فيه أي اللي هي كل وليس كل لو كنا نريد تحرير المعنى سنستخدم هذا الأسلوب كل وليس كل وهذا أحد طرق معرفة الفروق بين الألفاظ طبعا من طرق الفروق بين الألفاظ معرفة الأضداد يعني باب الفائدة فقط سريعا يعني معرفة إيش ضد هذه الكلمة وضد هذه الكلمة فافترقت الأضداد دل على أن الكلمتين كل واحدة لهم معنى مستقل وهذا هو الأصل أن تكون كل واحدة لها معنى مستقل لكن نستفيد من هذا كون السلف مثل ما ذكر بن بيحاتم أنه لم يقع خلاف بين السلف في تفسير الريب هنا بالشك أن هذا من باب تقريب المعنى من باب تقريب المعنى وليس من باب تحقيق المعنى أو تحريره طيب نعم الشيخ عبد الله صلى الله عليه وسلم طبعا كما تلاحظون الطبري رحمة تعالى لم يذكر قولا هنا عن السلف كيف أو ما معنى لا ريب فيه لأنهم قالوا لا شك فيه فقط يعني كلام مجمل هذا كلام ماذا مجمل الطبري ذهب إلى أنه لا شك فيه ذلك الكتاب أنه من عند الله يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه أنه من عند الله هذا معنى الكلام عند الطبري في مثل هذا المقام عندنا مجال لماذا لمجال للقول ولإضافة قول آخر بمعنى أنه ما دام ما وجدنا عن الصحابة والتبعين وتبعهم كلاما فهذا مجال من مجالات ماذا الاجتهاد والأخذ في فهم النص طيب فما دام قال الطبري أنه ذلك الكتاب لا ريب فيه بعضهم قال لا ريب فيه يعني ليس مكانا لأن يرتاب فيه لأنه حق ليس يعني مكانا لأن يرتاب فيه لأنه حق طبعا هناك قول أضعف منه أنهم جعلوا لا ريب فيه أي لا ترتاب فيه لكن هذا القول فيه ضعف ولكن مقصود أن معنى قوله لا ريب فيه يعني هذا الآن المدلول في قول لا ريب فيه فيه أكثر من ماذا من توجيه يعني ما الريب الذي نفي عن القرآن سنجد أنه عندنا أكثر من توجيه وكما قلنا المجال فيه ساعة وفسحة في النظر واختيار الأقوال القول في تأويل قوله جل ثناؤه هدى حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي هدى قال هدى من الضلالة وساق بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يقول نور للمتقين والهدى في هذا الموضع مصدر من قولك هديت فلانا الطريق إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له أهديه هدى وهداية فإن قال لنا قائل أَوَمَا كِتَابُ اللَّهِ نُورًا إِلَّا لِلْمُتَّقِينِ وَلَا رَشَادًا إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ قيل ذلك كما وصفه ربنا عز وجل ولو كان نورا لغير المتقين ورشادا لغير المؤمنين لما لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدى بل كان يعم به جميع المنذرين ولكنه هدى للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين ووقر في آذان المكذبين وعمل لأبصار الجاحدين وحجة لله بارغة على الكافرين فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج طيب قوله هدى للمتقين كما تلاحظون الآن لم يذكر القول الذي يختاره مباشرة وإنما ذكر المعاني الواردة عن السلف عندنا في المعاني الأول قال هدى من الضلالة طيب أنه قال هدى للمتقين هو لم يفسر لنا معنى الهدى لكن لما أضاف قوله من الضلالة دل على أن الهدى يش أو الهدى الشرع يعني أنه الهدى التوفيق إلى الحق وإلى الخير وعبارة تفسير السدي المشهور أنه نور للمتقين فجعل الهدى بمعنى ماذا؟ بمعنى النور وهذا أيضا يدخل في باب يش في باب التقريب يعني باب تقريب المعاني وإلا الهدى معنى والنور أيش؟ معنى وقد وصف الكتاب بأنه نور ووصف بأنه هدى وكأن النور أثر من آثار ماذا؟ الهدى يعني كأن النور أثر من آثار الهدى فهو أخص ثم أورد المسألة أو قبل ما يولي المسألة ذكر معنى الهدى في اللغة هذا للتحرير أو التحقيق اللفظي أنه قال هديته فلانا طريق أي أرشدته إليه في ذن كان وقال هدى للمتقين المعنى اللغوي لها أي مرشداً للمتقين يعني مرشداً للمتقين ولهذا أورده قال فإن قال لنا قائل أوما كتاب الله نوراً إلا للمتقين ولا رشاداً إلا للمؤمنين يعني جمع بين النور ويش والرشاد اللي هو التفسير الذي ذكره السدي والتفسير اللغوي الذي ذكره هو يعني كيف خص المتقين بالهداية دون غيرهم طبعاً هنا الآن أشار إلى معنى وهذا أيضاً مواطن مواطن اللي يقع فيها أو وقع فيها نظر عند أيضاً المتأخرين هل هو خاص أو لا هنا الآن يقول لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لم يهدى بل كان يعم جميع المنذرين لو كان الهدى لغير المتقين يعني كانوا يرى أن الآية من قبيل أيش الخاص هنا لاحظ أن يقول قيل ذلك كما وصفه ربنا ولو كان نوراً لغير المتقين ما خص المتقين بالذكر فإذن الآن هنا الآن نفهم أن قوله هدى للمتقين ليس هدى لغيرهم فلذا لا يصلح أن يقال لما خص المتقين بالهدى كأنه القائل الذي يسأل هذا السؤال كان يقول إن القرآن هدى للناس فلما خص المتقين هنا السؤال ينبني تحته ماذا نظر أول في أنه الهدى عام للمؤمنين والكاثرين وإنما خص المتقين أو المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بقرآن مثل ما يقول بعض المتاخرين الطبير يقول لا أصلا هذا هذه آية خاصة بالمؤمنين لا يهتدي بالقرآن إلا من إلا المتقون هدى للمتقين طيب لو احتج عليه بقوله هدى للناس في مثل سورة البقرة قال عن القرآن هدى للناس ماذا نفهم إذا أردنا أن ننظر الكلام الطبري هنا كيف نفهم قوله هناك وإن لم نقرأه لأنه هناك قال هدى للناس الناس سيكون عنده من قبيل العام أو من قبيل العام الذي يريد به الخصوص بناء على قوله هنا سيكون من قبيل العام الذي يريد به الخصوص فإذن الناس ليتلاءم ليتلاءم قوله ويكون على وطيرة واحدة على نسق واحد المفترض أن يقول هناك في قوله هدى للناس أنه هدى ليش للمتقين فقط ليتناسق قوله أيضا من قال السؤال الأول يقولناه أنه هدى للناس ولكن هنا خاص المتقين لأنهم أهل الانتفاع ما عنده مشكلة أن يقول هناك هدى للناس النوعام إذن سيختلف الآن نظرهم لقوله هدى للناس فمن يقول بأن السؤال بأنه هنا عام ولكنه خاص المتقين سيقول أن الناس هناك عام فهو هدى للمسلم والكافر وما يكون شيء يخطي بالاختلاف في الهداية وليست في الهداية نوع الهداية واضح أنه يقول له هدى في هذا الموضع كأنه يرى أن هذا الموضع له خاصية لأنه ربطه بالمتقين فحينما تكون الهداية عامة فهي هداية يعني إلى الإسلام هداية لكن هنا هداية داخل الطريق طيب خلنا نحل الأعلان هو يقول لك أنه هدى المتقين وشفاء لما في صدر المؤمنين ووقر في أذان المكذبين وعمل لأبصار الجاحدين فكيف الآن معنى أنه قونه الآن هدى للمتقين معنى أنه لغير المتقين ليس هدى فإذا الآية خاصة فكيف سنفهم هدى للناس أنه يهدي غير المسلم غير هذا إلى الإسلام لمن يعني أراد الانتقال والذي لم يهتدي للمؤمنين ما أعرف أنا ما انتبهت أنه يرجع للموت الآخر لكن أنا أتصور أو أتخيل الآن بناء على كلامه هنا المفترض أن يكون كلامه هناك أنه من العام الذي يريد بالخصوص المفترض وممكن يراجع لكن هو السؤال الآن في قضية الهدى ولو كنا قلنا الآن الهدى إذا كان الإرشاد العام فنقول هدى لجميع الناس يعني يرشدهم إلى طريق الخير وإذا كنا للهداية لهداية التوفيق ما تأتي لأنه هذا داخل في هداية الإرشاد العام شيء عبدالله شيء فيها تبين من سياق كلامة أن المراد بالهدى في هذا الموضع القبول والانتفاع طيب طيب لأن ذكر قاله ووقره في هذا المكذبين وعلى أخير الجاهدين فنقصد ارتباطها بالأخرى ليس هناك ارتباط يعني ظاهر هذا من عندي أنا عموما الربط الآن كله كما قدت تخيل لي من عندي أقول في نظر أنه إذا كان سيتناسق إلا إذا كان تقول الهداية هنا نوع والهداية هناك نوع آخر هذا خلاص اختلف الموضوع ما فيش كان لكن إذا كان كلام عن هدى القرآن واحد أن القرآن يهدي هداية معينة واحدة فلابد أن نتناسق قوله بهذا الطريقة شيخ ما يكون في الموضع الثاني وصف للقرآن بأنه هدى وفي هذا الموضع وصف لي من يستقبل القرآن أو الإشارة إلى من يأخذ القرآن هدى للناس هدى للمتقين يعني مليح بس أنه يبغى له تأمل عمونا دخلنا هنا في في مدخل كان مفترض أن ننتظر فيه هي مشكلة فضلا لكن لا هل كلامه يريد هذا أنه هم أولى بالهداية ولا يمنع أن يدخل غيرهم بالهداية هو كلام الطبري ليس من هذا الباب طبري كان يريد أن يقول غيرهم ليس مرادا في الآية لكن الآخرون يقول لا غيرهم مراد في الآية لكنه خصهم بالذكر هو اللي قاله يقول هنا لاحظ قال ولو كان نورا لغير المتقين ما يخالف المتقي الأوصاف القرآن في الغالب تأتي إلى ماذا؟ المنزل الأعلى ولا يمنع دخوليش الأقل فيها ما لا علاقة يعني لما يقول هدى للمتقين يشمل الدرجات الثلاثة المذكورة في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فكلما يدخل في هذا المسمى وإن كانوا يتفاوتون وإن كانوا يتفاوتون لكن السؤال الآن أو قصد نصه هنا على أن غير المتقين لا يدخلون في الخطاب هذا واضح يعني هذا واضح عندهم لا يدخلون في الخطاب نعم لا ينتفعون به لا يا أخي قلتك المتقي هذه طريقة القرآن في الأوصاف أن يذكر الأعلى والأبلغ في الكفري أو في الإيمان يعني القرآن يذكر الأعلى والأبلغ يعني التقسيمات التقسيمات في الطبقة قليل جدا في القرآن تقسيمات في الطبقة قليل جدا في القرآن ورد تقسيمات في سورة الواقعة ثلاث طبقات ورد في هذه ثم ورد الكتاب الذين الصفين مع المعلمات لكن الكفار المنافقين ما يعطيك أنهم طبقات مع أنهم بعضهم أكثر من بعض فإذا هذه قاعدة القرآن فهينما يقول متقين يتساوي المؤمنين المسلمين لكن كلهم بحسبه على قدر ما عنده من التقوى وينتفع به على قدر ما عنده أيضا من ماذا؟ من التقوى طيب القول في تأويل قوله جل ثناؤه للمتقين طبعا في وجوم الإعراب دخل فيها طويلة ما نحتاج أن نقف عنده لأن ما فيها شيء يمكن أن نقف عنده يتعلق بقضية الاختلاف والاحتجاج له فيما يتعلق بالمعاني نعم القول في تأويل قوله جل ثناؤه للمتقين وساق بالإسناده عن الحسن قوله للمتقين قال اتقوا ما حرم ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين أي الذين يحذرون من الله عز وجل عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين هم المؤمنون وساق بإسناده عن أبي بكر ابن عياش قال سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم قال فرجعت إلى الأعمش فقال نرى أنه كذلك ولم ينكره وساق بإسناده عن قتادة هدى للمتقين من هم نعتهم ووصفهم فأثبت صفتهم فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس للمتقين قال للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة وأولى التأويلات بقول الله جل ثناؤه هدى للمتقين تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه فتجأنبوا معاصيه واتقوه فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه بأدائها وذلك أن الله جل ثناؤه أبهم وصفهم بالتقوى فلم يحصر تقواهم إياه على بعض ما هو جل ثناؤه أهل له منهم دون بعض فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك على وصفهم بشيء من تقوى الله عز وجل دون شيء إلا بحجة يجب التسليم لها لأن ذلك من صفة القوم لو كان محصورا على خاص من معاني التقوى دون العام لم يدعي الله جل ثناؤه بيان ذلك لعباده إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن في العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى فقد تبين إذن بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين إلا أن يكون عند قائل هذا القول معنى النفاق ركوب الفواحش التي حرمها الله جل ثناؤه وتضيع فرائضه التي فرضها عليه فإن جماعة من أهل العلم قد كانت تسمي من كان كذلك منافقا فيكون وإن كان مخالفا في تسميته من كان كذلك بهذا الإسم مصيبا تأويل قول الله عز وجل للمتقين نعم كما ذكر الآن في المتقين أو قوله هدى للمتقين منهم النعوت التي ذكرها عن الصحابة والتابعين واتباعهم كما تلاحظون النعوت عامة ومطلقة وليست خاصة بنوع من أنواع ما يتقى يعني ليست خاصة بنوع من أنواع ما يتقى وإنما هم الذين يتقون الله على وجهه العموم في فائدة كنت رد أن نذكرها في السانيد السابق لكن لا بأس نذكرها الآن اللي هو إسناد السدي إسناد السدي مضى أن الطبي رحمه الله تعالى توقف فيه قال وإن كنت في إسناده مرتابا يعني إسناد السدي هذا اللي حدثنا موسى بن هارون قال أحدثنا عمر بن حمد قال أحدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكرهم عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرى الهمداني وعن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهنا عندنا ثلاث طرق طريقة عن من عباس وطريقة عن من مسعود وطريقة عن ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذه الأسانيد التي يذكرها كأنه ذكر في أول نسخته ثم جمع كل ما رواه من هذه الطرق الثلاثة طبعا هذه الآن الطرق التي عندنا فيها إشكالات لأنه قال ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن من عباس ومن عباس وعن أبي صالح عن ابن عباس وكذلك قال عن مر الهمداني عن المسعود يعني كان عندنا أربع طرق طريقان عن ابن عباس وطريقة عن ابن مسعود وطريقة عن ناس من الصحابة ولم يميز الأقوال هذا من أي طريق وهذا من أي طريق يعني كانوا جمع الأقوال كلها في هذه النسخة فكما قال أحمد شاكر حسب الذي يتكلم في هذا أنه يبدو أن ارتيابه بالإسناد هو من هذه الجهة كونه لم يتميز قول كل واحد منهم بهذه الطرق التي ذكرها ومع قوله وإن كنت بإسناده مرتابة إلا أن نجد أنه يذكر هذه الرواية مرة بعد مرة غير معترض عليها وهذا فيه إشارة طبعا هذا وغيره يعني فيه إشارة إلى أن هذه النسخ التفسيرية ما دامت سليمة المعنى ليس فيها إشكال فلا يتوقف في ماذا أو لا ينظر في ماذا في إسنادها يعني لا يتوقف الإسناد مدام المعاني المذكرة فيها سليمة لكن لو استشكل شيء منها فيمكن أن يعادى للتنبيه للإسناد أنه قد يكون الخلل جاء في المعنى من جهة ماذا؟ من جهة الإسناد يعني الخلل قد يكون جاء المعنى من جهة الإسناد وإلا لو تأملنا هذا القول ذكره قال هم المؤمنون يعني أن المتقون هم المؤمنون يعني تغيير ماذا؟ وصف يعني وصفهم أو سمهم بماذا؟ بالمؤمنين وإن كنا نعلم أن الطبقات يعني المؤمنون المتقون أعلى أو درجة أعلى من ماذا؟ من المؤمنين وأيضا المسلمين تكون أقل منهم لكن هذا باب كما قلنا قبل قليل قضية تقريب ماذا؟ المعاني ولم يستشكل هذا الأمر ذكر أولى التأويلات عنده بقول هدى المتقين كما قال تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا لله تبارك وتعالى في ركوب ما ناهم عن ركوبه فتجنبوا معاصيه واتقوا واتقوا فيما أمرهم به من فرائضه فأطعوا بأدائها يعني كأنه الوصف العام في التقوى يعني أنهم حققوا أعلى معاني التقوى لماذا ذكر علته؟ أن الله لم يخصص تقواهم أو يحصر تقواهم على بعض دون بحو وإنما قال هدى للمتقين فكأنه لفظ فيه عموم أو قل فيه إطلاق لأن المتقدمين لا يفرقون بين الإطلاق والعموم ثم قال بعد ذلك أو نبع على مسائل مهمة جدا ويتكلم عن قضية الحجج قال إلا بحجة يعني لا نخصص يعني لا نجعل هذا على وجه خصوص إلا بحجة ما هي الحجة عنده؟ أول حجة يجب التسليم لها أنه يكون في كتاب الله يعني كلام بين ظاهر لا يحتمل التأويل لأنه إذا احتمل التأويل يحتمل أكثر من معنى فحمل هذا المعنى على هذا المعنى لا يزال يبقى فيه ماذا؟ اختلاف فإذا إذا قال الطبري يعني إما في كتابه يعني أنه يكون في الكتاب دلالة واضحة وظاهرة لا تحتمل التأويل أن مراد الله هو هذا فهذا لا شك أنه حجة أو الحجة الثانية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الحجة الثانية أو العقل وهذه الحجة الثالثة يعني هذه الحجة الثلاث يكررها كثيرا في تفسيره الحجة الأولى أن يكون ظاهر الكتاب يدل على أحد المعاني الثاني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى والثالث أن يدل العقل على هذا المعنى وعلى صحته وهذا بالحقيقة يدعون إلى مسألة مهمة جدا وهي قضية العقل وعلاقته بماذا بالتفسير أو الاجتهاد لأن بعض من يقرأ في تفسير الطبري يظن أن كتاب الطبري مجرد آثار فقط وأيضا لو ظن أن للطبري شيء من التعليقات فيظن أيضا أن الطبري تعليقاته آثرية فقط فهذا ليس بصحيح بل الطبري يعتمد على الأثر ويستخدم ماذا؟ العقل أو الاجتهاد ولو واحد منكم وضع في الشام لطة العقل أو عقل في تفسير الطبري وتتبعها في منطقة الموطن سيجد يعني يمثلها كثيرة جدا يستخدم فيها الطبري قضية العقل في رد بعض الأقوال أو قبول بعض الأقوال لأن العقل لا يردها ولا يرفضها يعني لا يردها ولا يرفضها نعم وكأن يا شيخ الآن يعني يعتبر وصف التقوى يعني يخرج فساق المؤمنين هو؟ نعم طبعا هنا يشير إلى خروج الفساق نعم أنه يعتبر يقول أن التقوى كانوا يقول هو الذين بلغوا الحد في التقوى وذا هو رأى هو يرد لأنه ما قال أولى التأويلات هو سيرد على القول الذي ذكره الفساد قول من زعم أنهم الذين تقوا الشرك وبرئوا من النفاق فكانوا يريد أن يقول لأنه قد يكون كذلك هو فاسق لأنه مرحلة الفساق هذه الطبري لا يرى أن تدخل فيه هدى للمنتقين أو أنه لا ينطبق عليهم وصفه التقوى لأنهم لم يأخذوا بالهدى بتمامه فنقص عندهم من التقوى بقدر ما عندهم من ماذا؟ من الفساق هذا ملحظ جيد أن التقوى تجمل باب الاتباع وبابش الاجتناب والمشهور أنها في بابش الاجتناب هذا تعليق صحيح طبعا طبعا سبقا تكلمنا عن هذا في مقدمة لما شرحنا المقدمة وفصلنا في المقطع قبل قليل فصلنا أن الطبري أن من قال أن منهج الطبري ومن هم طبعا الذين حققوا هذا الكتاب لهم دار هجر الشيخ التركي حفظ الله ومن معه يعني ذكروا هذه المقولة أن من أسند لك فقد أحالك هذا عدم فهم لمنهج الطبري أو غيره طبعا من الأئمة لا يمكن أن يقول هذا إلا إذا نص الإمام على ذلك يعني النص المؤلف على أنه فعل هذا أما إذا كان يقبل هذه الأقويل ويعترض على ما فيهم المعاني ويناقشها لو كان من أسندك فقد حالك لم أتكلم بل حتى ابن أبي حاتم الذي أيضا انتهج منهج أثري بحت بمعنى ولم يعلق على الأقوال لكن ما هو وجه يعني ما هو وجه نقده أو النظر التفسيري عنده الوجه النقدي واضح أنه قال هو ذكر في مقدمته أنه يذكر أصح الأقوال عن الرسوس وعلى سلم فإذا لم يجد فأصح الأقوال عن الصحابة ثم التابعين ثم التابعين فإذا جاء من يوفقهم ذكره بالاسم دون الإسناد قال ووفقه فلان يعني قال وبه وقال كذلك فلان 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 يعني يسردهم بدون إيش إسناد هذا وجه الوجه الثاني عند ابن أبي حاتم هو أنه إذا جاء إلى الآية يقسم الآية أحيانا الاختلاف الآية لأوجوه يقول الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثاني لو كانت مثلا عندهم مجرد سرد ما احتاجه نقول مثل ما فعل صاحب الدر المنثور يعني لو نحن وزننا بين منهج صاحب الدر المنثور ومنهج ابن أبي حاتم فرق يعني شاسع بينهما أولا هذا اعتبر الأسانيد واعتبر الصحيح دون غيره وكذلك أنه اعتبر المعاني لن يقول الوجه الأول الوجه الثاني بمعنى أن هناك اعمال للرأي ولذلك لو سألتني ما نوع الرأي الذي عند ابن أبي حاتم معنى لا نجد له أي تعليق أقول نوع الرأي في أنه جعل هذه الأقاويل على وجوه كل هذه الأقاويل وهذا وجه والأقاويل هذه وجه والأقاويل هذه وجه إذن له عمل ليس فقط مجرد أنه نقل هذه الآثار فقط لذا يجب أن يعطى كل الذي يحق حقه بغلاب صاحب الدر المنثور أبدا سرد بل حتى أحيانا يجمع بعض عن مجاهد أربع طرق يجمعها في عبارة موجزة أحيانا تكون مضيعة لمقصود مجاهد وإذا رجعت إلى الكتب المسندة تجد أن معنى يتفكك ويكون أكثر وضوحا ما الذي كان يريده مجاهد والسبب هو أنه كان يختزل أحيانا أقاويل مجاهد المتعددة بأحد الأقوال أو يجمع قولين فيسبك منهم قول مجاهد نعم السلام القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين يؤمنون وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الذين يؤمنون قال يصدقون وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يؤمنون يصدقون وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع يؤمنون يخشون وساق بإسناده عن معمر قال قال الزهري الإيمان العمل وساق بإسناده عن أبي الأحواص عن عبد الله قال الإيمان التصديق ومعنى الإيمان عند العرب التصديق فيدعى المصدق فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا ومن ذلك قول الله جل ثناؤه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني وما أنت بمصدق لنا في قولنا وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل نعم الآن في قضية الإيمان في قول الذين يؤمنون وذكروا لأن الإيمان عدة أقوال عن الصحابة والتبعين واتباعهم فمن بعضها يصدقون وبعضها أو القول الثاني يخشون والقول الثالث الإيمان العمل يقال الزهري الآن الإيمان التصديق الإيمان الخشية الإيمان العمل هذه الثلاث معاني الإيمان التصديق هذه كلمة عامة لكن من قال الإيمان الخشية أين تكون الخشية في القلب فإذا كانه عمل القلب إشارة إلى عمل القلب ومن قال الإيمان العمل للزهري إشارة إلى عمل الجوالح يعني إشارة إلى عمل الجوالح ولهذا أذكر أن الإيمان كلمة جامعة تشمل يعني عمل قول اللسان وأيضاً القلب اعتقاد القلب وعمل الجوالح فهذا هو مسمى الإيمان وكان في هذا رد على من على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان مراد به التصديق فقط يعني الآن إذا أردنا أن نحلل نفس الفكرة ذكرناها فيه لا ريبة فيه لا يوجد كلمة بموازاة كلمة فكل إيمان تصديق ولا لا يعني ما فيه إيمان يكون متضمن التصديق لكن ليس كل تصديق إيماناً لأن الإيمان حينما نقول فلان مؤمن بكذا فيه طمأنينة ضمن التصديق يعني فيه لوازم لكنها داخل هذا التصديق لكن صدق بشيء هذا يعني مجرد تصديق قد يكون تصديق معه شيء من الشيء قد يكون تصديق من غير تحري إلى آخره يعني صدق لأن فلان قال لكن حينما يقول مؤمن معناه أنه ارتفعه تصديق لكنه أعلى قليلاً يعني تصديق أعلى قليلاً فإذا المقصود أن من ادعى أن الإيمان يساوي التصديق فقط فهذا في نظر اللغة فيه كلام وهذا طبعاً الإضافات هذه أشار إليها الخليل بن أحمد وغيره من علماء اللغة المتقدمين في معنى في الفرق بين الإيمان والتصديق فإذا الآن كأن الذي قاله الزهري الإيمان العمل قد يقول قائل ما الذي دعاه أن يقول الإيمان العمل مع أنه قال الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالغيب فأشار إلى الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب مرتبط بقضية لا علاقة لا بالعمل فكانه أراد أن يرد على ما ذعل المرجع لأن الزهري توفي مئة واربع وعشرين والإرجاء كما تعلمون جاء في آخر عهد من في آخر عهد الصحابة فكأنه كان من شاء الإرجاء أو وداية الإرجاء فأراد أن يرد على هذه الفرقة يشير إلى الإشارة فالرد على الفرقة التي تقول التي تخرج العمل من مسميش الإيمان والذي قاله أيضا الربيع بن أنس وهو توفي بعده لنمئة وثلاثين أن قال يؤمنون قال يخشون أيضا إشارة إلى أن أيضا عمل القلب يدخل في ماذا في مسمى الإيمان وما ذكره الإمام الطبري هو قول أهل السنة القول المعتبر في أن المراد بالإيمان الكلمة الجامعة التي ذكرها في أنها تشمل القلب واللسان والجوارح لكن هنا قال أيضا نفس القضية لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى لم يقيد الإيمان بنوع من الإيمان دون نوع يعني لم يجعله بإيمان اللسان أو إيمان القلب أو إيمان إش الجوارح معا لأن الجوارح أيضا تعتبر إيش يعني لها إيش تصديق أو لها إيمان وأيضا أنه ذكر بعد ذلك العبارة ذكرنا قبل قليل أنه من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل يعني التخصيص قد يكون بخبر وقد يكون إيش بعقل يعني من الأشياء يعني لماذا يعني ما هو موجب التخصيص هنا قد يكون موجب التخصيص خبر وقد يكون موجب التخصيص إيش عقل يعني لو لو كنا سنسير على الدرس كما ذكرت لكم سابقا كان هذه كل الآيات التي تمر علينا في العموم والخصوص يعني كم الآن آية مرت في العموم والخصوص يعني عند الآية نفس الآية هذه فيها كم موطن مرتبط بالعموم والخصوص يعني مرتبط بالعموم والخصوص وكما لاحظتم يعني مليئة في هذا ولهذا من أراد أيضا أن يستفيد من هذه الموسوعة الكبيرة جدا مثل هذا الموضوع لو نظر إليه أو يعني الآيات التي وجهها الطبري إلى الخصوص يعني التي وجهها الطبري إلى الخصوص ووجهها غيرها للعموم ستجد أمثلة كثيرة مثل لفظة المتقين اللي سبقناها قبل قليل وستجد غيرها أيضا من الأمثلة يعني هذه فكرة الموضوع يعني الآيات الطبري يرى أنها خاصة ليست عامة لا تدخل في السياقات العامة هذا مبحث أتوقع أنه يستوعب صفحات كثيرة جدا من خلال ما طرحه الطبري القول في تأويل قول الله جل ثناؤه بالغيب وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله جل ثناؤه وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهامداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك يعني المؤمنين من العرب من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم وساق بإسناده عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن وساق بإسناده عن قتادة في قوله الذين يؤمنون بالغيب قال آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة وكل هذا غيب وساق بإسناده عن الربيع بن أنس الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا غيب كله وأصل الغيب كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك غاب فلان يغيب غيبا نعم لعلنا نقف عند هذا نشرح هذا ونقف لأن الموضوع القادم سيكون في من نزلت فيه الآيات نجعله الدرس القادم الآن الغيب كما ذكر قال يؤمنون بالغيب يعني أورد مجموعة من الأقاويل هي متقاربة يعني في النهاية مثل ما ذكروا كل ما غاب عنك مما أخبر به القرآن يعني كل ما غاب عنك مما أخبر به القرآن ولهذا القرآن نفسه بالنسبة لمن نزل عليه يعتبر غيب بل حتى نحن بالنسبة لنا يعتبر القرآن جزءا أيضا من الغيب يعني لم نشهد تنزلات القرآن ونزوله وإنما وصلنا لنا هذا الكتاب بالطرق التي نراه اليوم وآمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تلقى هذا الكتاب من لدن جبريل من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا نوع من الغيب الغيبيات المذكورة في القرآن أيضا جزء من ماذا من الغيب فأيضا من آمن بها يطلق علينا مؤمن بماذا بالغيب فإذن يمكن أن نقول مثل ما ذكر الراغب الأصفهاني أن هذه التعبيرات كلها مثال للغيب يعني هذه التعبيرات مثال للغيب فإذن تكون هذه التعبيرات أمثلة لما غاب عنك فإذن هم يؤمنون بكل غيب أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن عن الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى أول الغيب يعني بالنسبة لنا الله سبحانه وتعالى غيب الجنة والنار ما فيها غيب نزول القرآن غيب فكل هذه تدخل في مسمى ماذا في مسمى الغيب فإذن يمكن تقول أن هذا مثال من أمثلة التفسير بالمثال عند السلف ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم في من نزلت فيه هذه الآيات نعم 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 صحيح لا يشتدون منذ ما ذكرتها قوال لغويين وبالذات مع أبي عبيدة معمر المثنى قد يشتد يعني يحتد قليلا ويرد عليه وتكون منه عبارات أيضا مرة قال عنه قال بعضها الغباء وقال من ضعفت معرفته بالتأويل ومعرفة قويل السلف يعني في عبارات من هذه واضحا فيها شيء من الحدة وشدة لكن ما أذكر أو لا أستطيع لان أن أعطي قاعدة أو شيء من هذا في هذا الأمر نعم معمر هو نفسه أبو عبيدة معمر بالمثنى أي هو منسوب للاعتزان نفسه هو واحد سبحانك الله محمدك نشاء لن السلام ترجمة نانسي قنقر